نحن الآن نقف مقابل مستوطنة وموقع الامطلي هنا بمحادات الجدار الفاصل مع بلدة كفركلة الحدودية هذا الموقع وهذه المستوطنة التي تنفذ فيها المقاومة عملياتها العسكرية تستهدفها بشكل دائم تستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الآليات التي تتحرك وتتمركز داخل هذا الموقع إضافة إلى جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يتحصنون داخل مباني المستوطنين هنا في هذه المستوطنة دائما ما تأتي عمليات المقاومة في المستوطنة في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال بلدات وقرى جنوبية تحديدا المدنيين هنا في جنوب لبنان يمكننا أن نشاهد الدمار الذي ألحقته عمليات المقاومة بهذه المستعمرة لا يستطيع أن نشاهد أيضا الطرقات التي تفصل ما بين هذه المستوطنة لا بد أن نشير إلى أنه قبل أيام تمكنت المقاومة من إصابة دبابة مركافا كانت تتمركز داخل هذه المستوطنة وأصابتها إصابة مباشرة وفي اليوم الثاني استطاعت المقاومة أن توثق مشاهد لهذه الدبابة وهي ملقات على جنب الطريق نستطيع أن نشاهد الدمار نستطيع أن نشاهد الأدرار التي لحقت بالمباني إضافة إلى العمليات التي كانت تنفذها المقاومة كانت تستهدف مباني يتحصن فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من هذه المستوطنة التي أمتار قليلة تفصلنا عنها وعن الموقع كنا قد تحدثنا عن عمليات تشنها أو تنفذها المقاومة باتجاه هذا الموقع تحديدا هنا في دمطولي الذي يقع مقابل بلدة كفركلة الجنوبية أيضا لابد أن نشير إلى أن في هذا الموقع تتمركز دبابات المركافا التي تصيبها المقاومة دبابات المركافا التي تطلق قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدات كفركلة إضافة إلى السهل وأطراف مدينة الخيام هنا في القطاع الشرقي إذن هذه المستوطنة التي تقع في القطاع الشرقي تستهدفها المقاومة بشكل مباشر نستطيع أن نرسط حجم الدمار الذي لحق بمنازل المستوطنين هنا نستطيع أيضا أن نرى بوضوح الجدار الفاصل والذي يفصل ما بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية تحديدا من جهة بلدة كفركلة الجنوبية كنا معكم من أمام موقع لمطولي في القطاع الشرقي تحديدا من بلدة كفركلة الجنوبية هنا في جنوب لبنان